كان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس وألقى كلمة منذ قليل نتابعها سلام علينا العامة قد تركز الآن على الخدمات الأساسية ولذلك يجب أن نركز كذلك المسألة التكيف مع تغير منخ وتومير التكيف مع تغير منخ خاصة في خلق نموذج أعمال يمكن أن يحفز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الحد من أثار تغير منخ وتكيف معه في كوب 27 فإنني أتطلع إلى الاستماع إلى وجهة نظركم للتأكد من أننا سوف نتعامل مع مسألة تمويل التكيف مع تغير منخ وتوفير التكنولوجيا تحتاج إليها مع تذكر أن ما نحتاج إليه في الدول النامية يجب أن يركز على التنمية المستدامة ويجب أن نوضح كذلك أن مسألة الصمود تعد الأولوية الأساسية ونعقوم بذلك من خلال الشراكات بين القطاع العام والخاص وكذلك حجد الموارد وتمويل تغير المناخ والمشروعات المرتبطة بها وهناك رسالة قوية لضمأنة كل هؤلاء الذين تأثرت معيشتهم ودخلهم بسبب تغير المناخ بأننا لن نترك أحد يتخلف عن الركب بعد ذلك أستطيع أن أؤكد على ما ذكر من قبل من خلال المتحدثين فيما يتعلق بكوب 27 مؤتمر دول الأطراف هذا مؤتمر خاص بأقار أفريقيا ومصر دولة النامية لذلك نحن سوف نبذل كل الجهد لكي نلقي الضوء على النقاش المرتبط بالتكايف مع تغير المناخ وتمويله والتعامل مع المسألة من منظور عمالي وكذلك إيجاد الطريقة التي تستطيع من خلالها بالفجوة بين التمويل المرتبط بالتكايف مع تغير المناخ والحد من أثار تغير المناخ والحل هو التعامل مع الواقع الموجود خاصة في العالم النامي والتبعات الخطيرة لتغير المناخ وهذا يؤثر ليس فقط على الكوكب ولكن كذلك يؤثر على الأمن الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تبعات مدمرة فيما يتعلق بالهجرة الصراعات وعدم الاستقرار وهذا سيكون له تأثير على كل أنحاء العالم لذلك يجب علينا أن نعمل على التخفيف من أثار تغير المناخ والتكايف مع تغير المناخ وهذه الأولوية الأساسية لنا وعلينا في مؤتمر الأطراف 27 أن نظبط أن المجتمع الدولي مستعد لتعامل مع مسألة التكايف مع تغير المناخ كما عملت على الحد من أثار تغير المناخ ووضع آليات عملية في هذا الإطار وتعامل مع المسألة كذلك من منظور التعاون بين القطاع العام والخاص لإيجاد سبل تحفيز القطاع الخاص على العمل في هذا المجال لأنه لديه تريونات دولارات المتوفرة للاستثمار وهذه الاستثمارات سواء كانت ستواجه بشكل أساسي للدول النامية فإن هذا يمكن أن يتم توجيهه إلى العالم النامي بشكل أكبر حيث يحتاج إلى هذا الدعم بشكل أساسي شكرا 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 شكرا